الله معكم أحبائي آخر التطورات في مالي حتى الثلاثين من يوليو بعد أن يمكن قول اشتهرت الضربات التي قامت بها مجموعات أزواد مع مجموعات أخرى بقوات فاقنر والجيش المالي في هذه المنطقة من مالي في الشمال الشرقي من البلاد أعلنت أوكرانيا مدريت المخابرات الأوكرانية أنها قدمت المساعدات اللازمة لتحقيق ذلك ونشرت طبعا بعض الصحف الأوكرانية صورة طبعا المجموعات المسلحة من أزواد وغيرهم يرفعون علم مجموعاتهم مع العالم الأوكراني وطبعا فيما نفت مجموعات تدبر الأزواد أنها لن تتعاون مع القوات الأوكرانية لم ليس هناك أي تورط للقوات الأوكرانية في ذلك على عكس ما قاله ممثل مديرية المخابرات الأوكرانية الذي أكد أن كيف قدمت المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الكمين أمر إضافي آخر ريد أن تعلموه أحبائي وهو هناك صباق عسكري وصباق سياسي في أفريقيا بين روسيا وأوكرانيا هناك قتال كل من الطرفين يسعى لتدريب مجموعات لقتال أو يمكن القول لمساندة أصدقائه في الحكم في الدول الأفريقية في بعض الدول فلذلك تسعى القوات الأوكرانية لإرسال بعض على صريح المدربة ذات النخبة والكفاءة العالية لتدريب مجموعات تدعمها ولتقاتل المجموعات التي تدعم روسيا لكي لا تحقق روسيا ما يكسبها في أفريقيا وكما تعلمون بعض هذه الدول غنية بالموالد الطبيعية إضافة إلى ذلك كنت سباق دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا في أفريقيا ولكن روسيا يديها عدد ضخم وكبير مع أغلب علاقات مع أغلب دول أفريقيا على عكس أوكرانيا تسعى للحصول على 20 سفارة في أوكرانيا في السنين القادمة وأكثر من 20 سفارة لذلك هناك هذا الصراع الروسي الأوكراني في القارة الأفريقية أما على صعيد التحركات على الأرض فكان هناك بعض المعلومات أن مجموعات تدبع لتنظيم القاعدة قد تقدمت باتجاه قرية ديميسا وسيطرت عليها فيما هناك ضغط كبير متواصل باتجاه مبتي أما في نفس وقت فكان هناك تقدم لجيش المالي في هذا الاتجاه حيث تعرضت إحدى قوافل جيش المالي لكمين من قوى جبعة القاعدة الموجودة في هذه المنطقة إضافة إلى عمليات ضغط كبيرة كانت تمارسها جبعة القاعدة من تنظيم القاعدة انطلاقا من هذه المنطقة من نارة باتجاه مردية وبالتالي كما تلاحظون يتعرض الجيش المالي لعمليات ضغط كبيرة من مختلف المجموعات التي تقاتله الموجودة في البلاد طبعا لون سيطرة الجيش المالي هي باللون الأحمر وكما تلاحظون أحبائي هناك أيضا الضغط كان منذ يومين في هذا الاتجاه باتجاه ديبارة في هذه المنطقة تحاول كانت المجموعات هنا الضغط على مواقع الجيش وطبعا محاولة استعادة من خسرته فالجيش المالي تقدم في يومين الماضيين في هذه المنطقة وكان قد تقدم أكثر وصل إلى حتى حصلت المجزرة ولكن كان هناك عمليات ضغط كبيرة وهناك محاولات لاستعادة من خسروه طبعا هناك يمكن قول أيضا اشتباكات في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه بشكل كبير حيث يحاولون إعادة الجيش المالي إلى كدال ومن كدال إعادته إلى حيث أتى وطبعا إلى مناطق سيطرة قديمة لذلك المعركة كبيرة جدا في مالي طبعا سبق وشرحت لكم أن القوات الروسية أو الدولة الروسية كانت سترسل مزيد من المجموعات العسكرية إلى مالي على أثر ما حصل في هذه المنطقة على أثر التمين الذي اتعرضت له وأيضا لنترقب وننتظر ما الذي سيحصل فيما يتعلق كيف سيتصرف الروس تجاه الأوكران بعد تصريح مدرية مخابراتهم ولكن أعود وأقول لكم أنه ننتظر من بعض الأمور الأخرى فهذه المعركة التي حصلت هنا والدعم خاصة الذي توفره الجزائر للمجموعات لبعض المجموعات في هذه المنطقة الحدودية فيها على الحدود مع الجزائر قد يسبب بعض التوترات طبعا أحباي نحن في هذه القناة نعرض الأحداث العسكرية والسياسية كما هي لا أحتاج أن أتخذ طرفا لا أحتاج لأن أتحدث مع طرف ضد آخر طبعا علينا تقديم الحقيقة فقط لذلك لنتظر على المستوى السياسي كيف ستتغير الأمور وننتظر على المستوى العسكري كيف سيتصرف الجيش المالي تجاه عمليات الضغط الكبيرة التي تطال كامل المنطقة من نارا إلى تميسا إلى شمال شرقي البيلاد في بغيسا وفي دينزوتين طبعا حبائي هذا كان كل شيء حتى اليوم أي جديد سوفقكم به لاحقا لا تنسوا الانضمام إلى القناة ورجاء شاركوا الفيديو على أوصى نطاق شكرا لكم